الصوات ونصورها مع الحريق سبع يكون ولد فعود لعيد الإسعافات يصوروا حادثة ستوقع شي موصبة في الطريق يقول لك شوف الرويضة طيحة في الطريق وشوف شوف هاد طلقان دينك مش يوقف ويحيد الرويضة وعود يكمل الطريق ديالو شوف الحجر كيفاش دير شوف هاد كيفاش طيحة شوف هاد كنتره كيفاش مشات ذاك القيم اللي كنا شحال هذه كان نعيش بهم كان نفتخر بهم ك سكان ديال هاد القارة الإفريقية للأسف كنا نشبه بالغرب حتوصلنا أننا رجعنا ما نظنوش دكتور أن الغرب ما يقدموش للمساعدة اللي بدينا كنشوفه مؤخرا وخاصة من خلال لديك الفيديوهات اللي ذكرت فما نظنش أني كتبالي بحلها النفس تتكتموت عند الإنسان الغرب حشو فينا هاد شي دخلوه فينا وهم حتفضوا بقيامهم وهم حتفضوا بقيامهم وحنا ندخلو لنا هاد شي ديال حنا ذاك شي اللي كي يجي من الهيه هو الزوين هاداك السمو ديال لك ذاك الناس بالنسبة لنا تشارة تقارنا تشارة تورت معانا قصنا نحيدوه على أين؟ نعود بان الجانب القانوني الجانب القانوني يا لله قانون الجنائي طبعا نتعاقب على عدم تقديم مساعدة للآخر ولكن وضع واحد الشروط ما هي الشروط؟ ومنك تشوف شي واحد معرض لواحد الخطر يمكن يموت يمكن يتضري يتجرح إلا قدرتي تساعده ولكن شرط أنك ما تتعرضش نفسك نتال الخطر لنفس الخطر اللي معرضوه هاداك سير اللي انت قدي تساعده أو تعرض للأغيار للخطر إذا كنت تأكد بأنك ما تعرضش لنفسك أو للأغيار للخطر وحتى الممتلكات ديالك مثل ما يتعرضوش للخطر ولكن إلا ما قدرتي تساعد شخصيا يعني تدخل ممكن تقوم بالواجب شنو أنك تخبر أصحاب الاختصاص اللي خصوم يجيبوا لإسعافة لازمة والقانون تعقب طبعا إذا كنت تبتلت عليك هذه اللجنحة إنها جنحة تمكنت مشيتها لخمس سنوات ديال السجن يعني العقوبة مهمة ولكن قليل فشل القوم على هذه الحالات الاستثناءات اللي كان عرفوها في بلادنا هي واحد ميلف أو جوج أو ثلاثة بالنسبة للأطباء وهذا كلي كي واحد السيد كان قاضي كان محتاج يدخل استعجال يعني في المستعجالات ولكن قالوا لو تعطي الشيك للميصحة ولا تنمشي يجيب شي الدواء ولا شي حاجة ولكن على ما يوفر لهما الشرط هذا يعني وفاته المنية كان يعاني يعني كان استعجال كانت في واحد الحكم ديال عدم تقديم ايد المساعدة وكانت حكمه على المسؤول يعني القانوني اللي يرتكب هذه الجريمة إذن هذه الحالات هادو قليلة ناديرة ولكن الجنحة موجودة وعند هاد الشروط شي واحد تغرق إذنك سكتساعده ولكن ما تعرضش رسك للخطر يمكن تعييت للناس اللي غدي يسعفوه كنت غدي في السيارة وبالك شي واحد مجروح إذا كنت إنسان عادي تعييت للناس اللي عندهم اختصاص تعييت الإسعاف كنت طبيب أنت ملزم أنك توقف وتعطي الإسعافات الأولية وتسهل تنقل دياله باش يجيوا الإسعاف ويهزوه وإلا كتكون تبتف حقك هذه المسألة هذه ديال الجنحة ديال عدم تقديم المساعدة بعض الأطباء عندهم واحد الماكارون تكون معلق في السيارة اللي كي يعلن على الهوية المهنية ديالهم بأنهم طبيب مثلا إذا لم يشي شي واحد شافه شاب إنه واحد مجروح وهذاك في السيارة دياله ما كان معلقه وداز ومدهاش فيه تيمكن اللي يشهد ويقول لدك السيد عنده الصفة ديال الطبيب ومع ذلك شاف واحد إنسان وما ساعدوش نعم إذا تخص الواحد يرد باله فهذه جنحة قائمة وعندها عناصر دياله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة